مباراة بصراحة ما كانتش في مستوى دور نهائي كاس الكاف من الفريقين تقريبا مباراة متوسطة لاكثر ولاقل ترجي مستوى اقل من العادة مع كل اسف نقول انا اليوم الترجي كان منظم دفاعي لكن كان غايب وجوميا باستثناء الفرصة يمكن اللي جات في اول المباراة معانتها متاع رودريغيز تقريبا ما كانتش ثم حتى فرصة للترجي واضحة كان نشوفه على الاطراف معانتها ولا رفعة ولا معانتها تسرب من الظاهير اليمين ولا من الظاهير اللي صار ما صارش لا بن حميدة لا بن علي ولا حتى معانتها بوشنيبك تخلم بعد ما صارت معانتها حتى باسون روتري حتى معانتها بنيتراسيون من الظاهيرين كيف كيف من الارقة هنا يمكن حذر اكثر مبالغ فيه خليني نقول انا بالنسبة معانتها متاع راشي ويمكن حتى في الشوط الثاني الاهلي فريق الاهلي معانتها مسك اكثر كورة وحتى على مستوى الفرص يمكن كانت ميش فرص ما خليني ما نقولش فرص واضحة 100% لكن كانت ثم شبه فرص معانتها للنادي الاهلي شوف عند نهاية المباراة أنا شوفت الاهلي فرحانين ويسلموا على بعضهم والترجي فرحانين ويسلموا على بعضهم دونك الفريقين نراضين بنتيجة التعادل عادي لانه الترجي معانتها خل حظوظو للمباراة العودة كاملة لكن ميش بيش تكون سهلة والاهلي فريق الاهلي المصري يعرف يقول لك أنا مخسرتش في رادس دونك المباراة الثانية عندي قدام معانتها ستين أو سبعين ألف متفرج متعود يفوز في المباراة هذه ما خاصة في مباراة العودة تقريبا معانتها هو في البركور اللي عامل الكل تقريبا يتعادل برا يربحان دوره دونك المهمة الحظوظ قاعدة قايمة لكن المهمة ميش سهلة بالكل بالنسبة للترجي ثم دي بواند انتروغاسيان في الاليات الهجومية للترجي معانتها ما كانتش موجودة الحلول صاص اليوم ما قامش بالمباراة اللي يجب يكون بها تقاط كيف كيف ماوش معانتها في أحسن حالات وغشة نفس الشي دور الدفاعي اكثر منه دور هجومي رودريغاز كان معزول تقريبا بعيد على بقيت اللاعبين دونك هجوميان ممشى شي بالنسبة للترجي حتى معانتها الخروج بالكورة من نصف طيرام من نصف الملعب للهجوم كان بطيء وهذاك اللي يخلى معانتها ما تصيرش ثمع معانتها فرص واضحة كورات ثابتة معانتها قليلة كيف كيف ثمع تقريبا دو فوت معانتها قريبا لثمنتاشر وكنيات تقريبا في الشوط الثاني ما ثماش هدا يدل اللي كونوا ومعانتها ترجي ما جزفش وما ممشيش القدام حتى معانتها باش تكون ثمع فرص على طريق كورات ثابتة ما كانتش متوفرة لكورات ثابتة باي سير لبلانت ديفونسيف ما تقبلش لكن مباراة العودة فيزيونومي اخرى متعماتش الاهلي رأوا مش سهل في القاهرة مش يمشي لكله القدام ونحكيوا بعد شوية على مباراة العودة بطبيعة ونرجعوا لأهم النقاط لتهم الفريقين نمشي معاك سينوردين بسنينة